وسط تعتيما اعلامي وصل وفد عسكري من التحالف العربي الى محافظة تعز وقالت مصادر مطلعة ان الوفد العسكري الذي ضم قائد القوات السعودية وقائد القوات الاماراتية دخل تعز بتنسيق سري مع قائد اللواء 35 مدرع عدنان الحمادي وبترتيبات مع محافظ محافظة تعز امين محمود وفق المصادر فان وفد التحالف قام بزيارة استطلاعية لجبهات الاحكوم والصل والكدحة وهي جبهات تقع جنوب تعز وتحت نطاق اللواء 35 مدرع وتهدف هذه الزيارة الى تقييم اوضاع الجبهات القتالية للجبهة الجنوبية تأتي زيارة وفد التحالف بعد قرابة شهرين من اعلان محافظة تعز لوكالة الانباء الاماراتية عن بدء معركة تحرير تعز المعركة التي توقفت لاسباب غامضة في ظل اتهامات للتحالف بعدم الجدية في حسم معركة تحرير تعز مصادر عسكرية قالت ان الهدف المعلن من زيارة وفد التحالف هو انشاء غرفة عمليات متقدمة تابعة للتحالف في تعز بالتزامن مع احاديث عن وصول مدرعات عسكرية من عدن الى كتائب ابو العباس تحتاج تعز بتأكيد ابنائها الى دعم الجيش الوطني عسكريا ودعم الجهاز الامني فيها لضبط الاختلالات الامنية ولذا تصاحب زيارة وفد التحالف لتعز تخوفات كبيرة من ابناء تعز من ان تكون هذه الغرفة العسكرية مقدمة او غطاء لانشاء حزام امني في تعز تلقى فكرة الحزام الامني معارضة شعبية كبيرة في تعز خصوصا بعد النتائج الكارثية التي سببتها تشكيلات الحزام الامني في المحافظات الجنوبية وتصنيفه ضمن الموليشيات المتمردة على الشرعية فضلا عن ان تعز بتأكيد ابنائها تملك حساسية خاصة ضد اي مكونات مسلحة خارج مؤسسات الدولة اشتركوا في القناة